اشتركوا في القناة الوقت الذي فسر خبراء ان هذه الخلافات جاءت من اجل عرقلة حسم الكابينة الوزارية قبل عبور التوقيت الدستوري لها لكن شخصية السوداني التي وصفت بالحازمة بهذا المجال اتخذت القرار بعطاء مهلة او مهلة للتفاوض وتقديم مرشحين ويتم اختيار الاكفاء من بينهم وبهذه الخطوات تم حسم اغلب الوزارات ولم يتبقى الا القليل منها ومن بعدها قدم السوداني طلبا الى رئاسة الفرلمان بتحديد يوم للجلسة لمنح الثقة للحكومة الجديدة وبها يتم غلق ملفات الخلافات والازمة في البلاد الى الجانب الاخر مشاهدين من ملفات حصادنا لهذه الليلة يتواصل الدعم الخارجي للرئيس المكلف بتشكيل الحكومة لقاءات وبرقيات تهنئة ودعم ومساندة لحراك التوليف الحكومية الذي بدأ عده التنازلي ولم يتبقى سوى ساعات معدودات على ولادة الحكومة الجديدة ورغم انها لم تبصر النور بعد الا ان التأييدات الخارجية قضلا عن الداخلية تبدو متحمسة لاصال هذه التشكيلة الوزارية الى بر الامان وتعزيز الترابط والتعاون معها في جميع الملفات اذا جميع الظروف باتت مهيئة للرئيس المكلف علاوة على شخصياته المقبولة محليا وخارجيا اذا مشاهدين هذه ملفات حصادنا لهذه الليلة نناقش اتباعا مع ضيوفنا الاكارم ونرجو ان تبقوا معنا جلسة منح الثقة المرتقبة بعد تحديد موعدها من قبل مجلس النواب عدها مراقبون بان حلقة تواصل بين المواطن وما يمثله تحت قبة البرلمان بالتالي ربما تعيد ثقة المواطن بهذه الحكومة بعد حقبة طويلة من تواتر ازمات البلد والحكومة التي فقدت ثقته بالعملية السياسية نطالع هذا الملف مع الزميلة نوها الشمري تصريحات وتكاهنات اختلفت مصادرها حول تثبيت موعد جلسة منح ثقة لحكومة السوداني بعدما خاطب بكتاب الرسمي رئيس مجلس النواب بتحديد يوم الخميس لعقد جلسته وعبور المحطات التي شابت الخلافات والنزاعات المحتدمة بين الفرقاء بالوقت الذي يعتقد المراقبون بتمريرها عاجلا دون خرقات او تأجيل حتى وان لم تقدم حقيبة الوزارات كاملة بعدما تأخر تقديمها بضعة ايام قبل هذا الموعد نعتقد ان تمرير الحكومة للسيد محمد الشاعر السوداني يوم غدن الخميس يعني تحصيل حاصل حقيقة عندما تمرر هذه الحكومة فانما هي عملية مجسور بين الحكومة او الطبقة السياسية وباقي مكونات الشعب العراقي الذي فقدت الفقه بهذه الحكومات الكثيرة لذلك اليوم هناك اتفاق كبير بين الطار التنسيقي وباقي الفرقاء السياسيين المكون الكردي والمكون السني على ان هذه الكابينة سوف تمضي رئيس الوزراء المكلف يضع لمساته الاخيرة بالتدقيق النهائي للأسماء المرشحة لتولي المناصب الوزارية في كابينته الجديدة لتقديمها غدا في حال استجاب مجلس النواب لطلب السوداني اذ تم فحص الأسماء من قبل لجان مختصة بالوقت الذي انهى رئيس الوزراء المكلف جميع المفاوضات مع الكتل السياسية اخر المعلومات تشير على ان الوزارات كلها اصبحت جاهزة وكاملة وحتى الخلافة الذي كان يشارع اليه في الاطار التنسيقي قد حسم غدا ربما تقدم كل الوزارات باستثناء يمكن وزارتين او ثلاثة اذا لم تحسم هذه الوزارات الكابينة ستكون وكلنا نراهن على ان حكومته حتى ستسبق المدة الممنوحة له وهي ثلاثون يوما فباختلاف موعد جلسة تقديم الكابينة الوزارية بين من يقول غدا الخميس واخرون يرجعونها الى اشعار اخر الفرقاء السياسيون يتطلعون الى انهاء ملف النزاعات وتقديم حكومة خدمية تسعى لترميم البيت السياسي وخلاص البلد من تراكم الازمات جلسة منح ثقة تعيد ثقة الشارع العراقي بالعمليات السياسية للبدء بخطوات جديدة نحو اصلاح المنظومة باكملها نهاشمري الايام الفضائية اهلا بكم مرة اخرى مشاهدينا وللحديث اكثر عن تفاصيل هذا الملف الاول من الحصاد نرحب بضيفنا الكرام بصوت والصورة مباشرة النائب عن اتلاف دولة القانون ثاءر مخيف اهلا بكم سيادة النائب وكذلك الترحيب بسكرتيرا لجنة المركزية للحزب الشيء العراقي الدكتور ايد فهمي اهلا بكم دكتور وايضا الترحيب بعضو الحزب الديمقراطي الكردستاني سيد مهدي عبد الكريم اهلا بكم سيدة مهدي كابينتا الوزارية وكما متوقع منحها الثقة في جلسة البرلمان لكن هل هذا النجاح يعتبر كفيل بتصويب العملية السياسية واعادة الثقة او ثقة المواطن بها اه الاهم سيادة النائب ربما هو النجاح بتحقيق برنامجها الخدمي والتعامل مع الملفات الشائكة العديدة في العراق اهلا بك يا اخي ومتابعيكم الكرام تحية لكم جميعا الحقيقة يعني الظرف اللي الآن يمر في العراق بعد انسداد طال امده اكثر من سنة اذا هناك ترقب لهذه الكابينة وبنجاح هذه الكابينة اه الظروف التي مرت ببلدنا ومعنا الشعب العراقي نعم من ما سميتم انتم الاعلاميون الانسداد السياسي اه الحقيقة يعني اه هذه الكابينة نأمل ان تكون كابينة ان شاء الله اه تأتي بحكومة واعدة الى الشعب العراقي اه وهذا الاتفاق حصل على سيد محمد السوداني اه هذا واحد من اهم العوامل التي اه تأتي بهذه الكابينة الناجحة سيما وانه اه اطلق له العنان اه في بعض الاختيارات يعني كل الكتل والاحزاب اه اه بما فيهم القومية الكردية وايضا الاخوة اه السيادة وكذلك الكتلة الشيعية نعم بالاطار اه اعطيت لهم الحرية بدفع اكثر من مرشح واحد اه لهذه الكابينة اه لذلك اه التعديل لرموعة الليلا طيب سيادة النائب اه حصول على دعم اه السياسي كبير من مختلف واغلب الاطراف السياسية في البلاد لكن بالنسبة للشارع اللي اه دور ايضا مهم بهذه العملية السياسية كيف يمكن لهذه الحكومة الحصول على دعم وثقة الشارع العراقي اللي كان محبط نوعا ما الحقيقة الشارع يترقب ان يكون هناك اه خدمات اولا نعم ومن ثم امتصاص بطالة واو الاول ان تكون هناك امتصاص للبطالة الخانقة لشبابنا اه الذين اه اه تخرجوا من جامعات ومن المعاهد ومن الدورات لربما تأهيلية اه 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 في عراقهم اه وهذا الانسداد هو الذي جعل من الانتفاضات والاه المظاهرات التي طالت اه اه الشارع العراقي لعدة اه لعدة فترات لذلك يعني اه اه نأمل ان يكون اه اه هذه الوزارة اه اه تمتص البطالة اولا اه 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 فقد الشارع العراقي في اترات الماضية وتشكيل الحكومات السابقة هناك تداعيات حقيقة حصلت في كافة المجالات في التعليم وفي الزراعة وفي اه ان شاء الله ستكون هناك معالجة جادة اه لهذه التداعيات في هذه الكابينة الوزارية ارحب بك مرة اخرى سكرتير اللجنة المركزية الحزب الشيوى العراقي الدكتورات فهمي اهلا بكم مرة اخرى وبداية دكتور قبل ايام عقدتم حزب الشيوى العراقي واعدد من القوى الاخرى عقدتم المؤتمر الاول لقوى التغيير الديمقراطية لكن دكتور شنو موقفكم من اه هذه المعطيات من مجريات العملية السياسية ومن حكومة السودان اهلا تحياتي لكم وكادركم والسادة الضيوف اكارم احنا المؤتمر مؤتمر قوى التعيير الديمقراطية عقد ويطرح تصورات معينة لمشروع اخر غير المشروع القائم على المحاصص النهج القائم على المحاصص نعم في تقديرنا انه هناك البلد في ازمات المتتالية واقع الان اللي يعاني من ازمات حادة خاصة اجتماعية واقصادية وحتى سياسية طبعا في جوهره هو نهج المحاصصة وهذا النهج المحاصصة تتفرع منه مشاكل في كل القطاعات ولذلك احنا دعونا الى ان يصير انتخابات مبكرة السبب الدعوة الانتخابات مبكرة لانه طرلمان الحالي اه اولا اه حد من خلال المقاطعة الواسعة اللي صارت ومن ثم السحاب التيار الصدري اه صفة التمثيلية ليس القانونية وانما التمثيلية انحصرت كثيرا ولاجل ان نعالج الفجوة الموجودة حاليا ما بين الرأي العام ما بين الشعب العموم والنوصات الكبيرة بالشعب ما بين السلطات كلها والمنظومة الحاكمة لابد ان تكون انتخابات حرة ونزيهة تكون فتح وسيلة لكسر هذه الفجوة خلاف ذلك نعتقد ستجد اي حكومة صعوبة كبيرة في ردم هذي هو حكومة السيد السوداني نعم يعني شخص سيد السوداني عموما شخصيا محترمها يعني ما اعتقد هناك يعني ماكو ماكو موقف ضد الشخص الشخص ولكن هذي الحكومة ستعاني منذ البداية ونشهد ذلك حتى في عملية تشكيلة منذ هلال الايام الاخيرة اذا ما قولها السابع الاخيرة من نهج المخاصصة وتداعيات الصراعات اللي موجودة واشخاص اللي يتم اخيارهم حرية رئيس الوزراء بحد ذاته في العمل وليس في الاختيار فقط لذلك امام السيد السوداني تحديات كبرى هو قدم معودا كثيرا ها وخاصة في ملفات اساسية احنا في تقديرنا انه هذي المشكلة هي بالبلد هي مشكلة نهج ومشكلة اشخاص فاذا هو في احسن الاحوال قدر يعالج مشكلة الاشخاص ولو حتى هذه المعطيات لحد الان مؤكد اذا يعالجها كليا بس جزيلا يعالجها فاذا هتبقى مشكلة النهج لانه هذا النهج والانعكاساته في بنية الدولة حيواجه الوزراء ولذلك انا اعتقد انه احنا في رأينا انه طالما اذا ما يتحرر او قدر الامكان يقلص تأثيرات نهج المخاصصة في عمل اللاحق وفي الاختيارات انا اعتقد هو صعب يخرج من النتائج ما افرزته طيب دكتور السوداني مو فقط قدم وعود هو قدم برنامج حكومي وخلى اولويات لكن اذا قدر اه نوعا ما او بنسبة معينة ينجح بتحقيق اه جزء من هذه الاولويات من برنامج الحكومي هل ستكون حكومة مرضية اه لكم ولا هي اطراف اخرى شوف احنا انه قناعة راسخة نعم انه البلد يحتاج الى اصلاحات وانا ما اعتقد اثنين يختلفون في ذلك والحكومات المتالية وضعت في برامجها كلها وضعت اصلاحات ولكن لا اعتقد اصلاحات جدية بلا شكل جزء جدا بدلت ان تنظي لانه جوبها في مقاومة قوية من منظومات موجودة في الدولة منظومات فساد من منظومات اه مصالح معينة ولاحظنا حتى الوزراء فالنزيهين بالنتيجة فشلوا يعني اضطروا للمغادرة واذا اراد السيد السوداني او اي اصعام اللي تصلاح لابد ان يستمر يستعين بضغط شعبي لانه ضغط الشعبي دون ضغط الشعبي لا نعتقد انه الادارة بحث ذاتها هيقدر بدليل لانه هناك مصالح موضوع اشخاص هذا الوزير اللي هيجي هيصطدر بمنظومة المصالح في مزارته واذا اراد يواجهها حيصطدر بمن يقف وراءهم بهم من سيطرين على الجهاز اداري فلذلك انا اشك انه اذا كان السيد السوداني فعلا هو عازم على ان ينظر فلازم ان ينظر الى الضغط الشعبي كوسيلة يستعين بها وليس يواجهها فالغاية العام الشعبي طبعا متشكك في الامكانية عندها قلت لك وتجربتها لحد الان مع الحكومات المتحاصلة وبرامجها احنا منشك ببرامج في كثير من الوزارات كان برامج لا يعني مو سيئة ولكن عينها الواقع من البرامج وكيف ستتولد عند الادوات فلذلك انا اقول انه امامه هو بس اخيش اقول انه هو اذا اراد ان يحصل يعني يحصل يكسر الفجوة فامامه الرسائل يقدمها للمجتمع ارجع لك ارجع لك الى هذه الرسائل اللي طالبهم بها دكتور لكن ارحب بك مرة اخرى عوضو الحزب الديمقراطي الكردستاني سيد مهدي عبد الكريم اهلا بك سيد مهدي وبالنسبة لمطالبة السوداني البرلمان بتحديد موعد الجلسة للتصويت على كابينة الوزارية هل يعني هذا انتهاء الخلافات حول بعض الحقاب الوزارية سيد مهدي بداية تحياتي لجنابك وقناتك ومشاهديك المحترمين ولا الدكتور فهمي المحترم والسيد النائب المحترم اعتقد ايه الخطوات اللي اللي بدت اه من اولا اه ترشيح رئيس الجمهورية وتكليب سيد محمد الشعي السوداني بالسير بالعملية السياسية وانهاء الخطوة الاولى والثانية بالعملية السياسية والسداد اللي كان موجود والان بالخطوة الثالثة هي تشكيل الحكومة اعتقد من اهم اه الخطوات وباعتبار اهمية تأتي باعتبار انه هناك تحديات امام هذه الحكومة تحديات اقتصادية سياسية اجتماعية امنية بيئية كلها التحديات تواجهت هذه الحكومة وليس فقط اه اه المهمة تقع على رئيس الوزراء فقط ولكن هناك يجب ان تتحمل المسؤولي ايضا الكتل التي ترشحت او اه التحالف ادارة الدولة يجب ان تكون داعمة بالدعم ليس بالكلام فقط داعمة لرئاسة الوزراء وللحكومة اه بقبة البرلمان بتشريع قوانين تساعد خدمية تساعد الحكومة بتقديم خدمات للشارع الممتعة للشارع المقاطع للشارع الصدري للشارع اللي اه اللي اه اللي الستين بالمئة المشارك بالحكومة كل هاي الامور تقع هذه التحديات امام هذه الحكومة والكتل السياسية ايضا لهذا السبب اعتقد هاي الخطوة الاخيرة الخطوة الثالثة هي مو انهاء ولكن بداية انهاء بداية كيف انت عندك نعم طيب كنا نعاني من ازمة سياسية فيها البلاد اه الديموقراطي الكردستاني اه كدورة او موقف كان مهم لحال هذا الانسداد السياسي وهذه الازمة طيب هنا اتفاقاتكم مع الاطراف السياسية الاخرى مع اه المحمد الشاعر السوداني اه كانت مرضية للديموقراطي بحال هذه الازمة ومن حثق لهذه الحكومة شوف استاذ الفاضل يعني انت ذكرت جنابك كان دور رئيسي للزعيم سعود البرزاني خاصة في اه حالة الامور واللي كانت اه واصلة للفوضى لا سامح الله باعتبار انه اولا ضحى بترشيح رئيسة الجمهورية سيد ريبير احمد اه ودعم اه سيد لطيف رشيد وانهاء هذه المشكلة برمته واللي صار الحمد لله وشكره انا قلت لك حال حالة الامور وبدأت تشكيل الحكومة رئيسة الجمهورية كل هاي باضافة الى يعني انه زعماء الاخرين اللي ما يبخص حقهم انه اه كان دعم كامل لهذا العمل لهذا السبب اه ايضا حتى على جنابك يعرف انه رئيسة الجمهورية بانها بكى حزاب كردية من يتكون الى جهة احنا بالبداية طرحنا على الاخوة في الاتحاد ان ناخذ رئيسة الجمهورية ناخذ اه نستغنى عن كل الاستحقاقات الموجودة ما كان الها اه كان الها رفض حقيقة الان هم اخذوا رأسة الجمهورية باعتبار انه استيد اطيف رشيد من كوادر المتقدمة بالاتحاد الوطني والان متبنيهم واذا تبقى استحقاقاتهم فقط وزارة واحدة وتم تخصيص وزارة العدل للاخوة باعتبار خالد شواني تم ترشح الها والوزارات البقية وزارة الخارجية ووزارة العمار سيد بنقين المحترم وهناك وزارة اخرى بعد لحد هذه اللحظة ما اه خلال الساعة الاخرى يمكن يمتم ان شاء الله ناعها طيب بنسبة للاتحاد الوطني الكردستاني هل الامور ما بين الديمقراطي والاتحاد مستقرة على الاتفاق هذا الذي جرى حتى الان ويستمر هذا الاتفاق وتوافق حتى النهاية اكيد مية بالمية باعتبار ان اولا احنا المشتركات الموجودة احنا مع الاخوة في الاتحاد كثيرة ليس كانت رأسة الجمهورية من حلة الحمد لله وشكر ايضا هي معروفة عندهم ايضا رأسة الجمهورية صارت لهم باعتبار انه انتهب يعني هناك وزارة اخرى خدمية ستكون وهي وزارة العدل وتم تخصيصها لهم واي خلاف لحد هذه اللحظة ما يكون ان شاء الله اعود لك مرة اخرى سيادة ابثارم خيث اهلا بك مرة اخرى وودا نسألك عن هناك دعم اه وتوافق سياسي على من حثقة لحكومة السوداني لكن هل هذا كفيل بانجاحها هناك اطراف اخرى اه غير راضية على هذه العملية التوافقية سيد اه ثائر اه ما راح ياثرون على العملية والمعطيات المتقدمة او اللاحقة وكيف يمكن لحكومة السوداني والاطراف السياسية اه داعمة لهذه الحكومة التعاون مع القوى الاخرى الغير راضية نوعا ما تير الصدر مثلا اه قوى التغييرات الديموقراطية مثلا وبعض القوى التشرينية الاخرى اخي العزيز يعني تحصيل حاصل ان العراق اصبح هكذا يعني الموضوع المحاصصة نعم المحاصصة المقيتة المحاصصة القاتلة للنمو النمو السياسي بالعراق وكذلك المجتمعي والتطور العراق بكل نواحي هذا المحاصصة هي التي انا اصفها بالسيف الذي حز رقاب كل العراقيين حقيقة الامر لكن هذا الموضوع اصبح يعني امر واقعا في العملية السياسية ولا بد ان نركن الى هناك يجب ان تكون هناك قوانين تشرع من الاساس في عملية الانتخابات والخلاص من المحاصصة الان المحاصصة انتقلت يعني كانت المحاصصة بين المكونات الثلاثة الاكراد والسنة والشيعة الان المحاصصة تجذرت بحيث كان الاخ المتحدث عن الكتلة الاكراد او كردستان طيب يتحدث عن نزول فلان عن رغبة تشكيل الحكومة وكذا وكذلك ايضا الكتلة الشيعية اه هناك اه محاصصات فيما بينهم الكتلة السينية ايضا محاصصات فيما بينهم هذا يعني اصبح اصبحت عملية اه تغضية اه للعراق ووحدة العراق نحن نأمل ان يكون هناك تعديل على اسلوب الانتخابات وقانون الانتخابات طيب وايضا تشكيلة الاحزاب اه سن قوانين جديدة من شأنها ان تبعد البلاد اه عن هذه المحاصصة الشكر جزيلا لكم من اه بعني تلاف دولة القانون سيدة فارمخيف كنت ضيفا كريما شكرا لك اه سيادة النائب واعود لكم اه دكتور اه اه كما كنا نتحدث عن نجاح اه الحكومة ولو بنسبة انجاز معين لبرنامج الحكومي لكن هذا النجاح ربما ينفي الحاجة والمطالبة باجراء انتخابات مبكرة يمكن ان اه يمنح او تمنح حكومة السوداني فرصة اكبر ان حققت انجاز معين بفترة زمنية محددة يعني انا قلت هسا احنا قلت ليش اسباب الانتخابات مبكرة وقلت ان هناك الان اذا قلنا فيه اطار المحاصصة واقلنا فترة فترة عقامية هو مطالب ان يقدم يعني رسائل تمنح ثقة او تطفت رسائل ايجابية اول الرسائل هي لا شك عملية تشكيل حكومة اي اول الرسائل حتى هذه اللحظة حتى هذه اللحظة لم تخرج عملية تشكيل الحكومة عما شهدناه في الدورات السابقة حتى هذه اللحظة نفس الصراعات ونفس ما يشاع مواقع تباع وتشتراه ولا حتى هذه اللحظة ونحن عشية انه يفترض ان يقدم باتشر الوزارة مالته حتى هذه اللحظة حتى البرنامج تمام ما موزع بشكل رسمي تمام معلنه اثنين حسب علمي حتى مجلس النواب لحد الان السي بيات مع الوزراء لم تصلهم لا ولحد الان يقال انه اللحظة الاخيرة قد يتغير اسماع فتلاحظ يعني اذا انصر عدم الاستقرار وانصر الغموض هذا حتى يعني الى حد ما ينفي او يحدد ما هو كان يتحدث به سيد السوداني من تمتع بحرية الخيار وحرية التحرك واضح جدا حتى هذه اللحظة هو محكوم بهذه المعادلات طيب نقطة ثانية اللي يريد اقوله انه هو ايضا لاحظنا حتى المظاهرات امس نعم رغم انه ولا يزال ولا رئيس وزارة مكلف ثانية افترض الان هو حتى رئيس الرئيس الحكومة التصريف الاعمال يفترض ان يكون تشاور بينه بين رئيس وزارة المكلف يعني الاسف ما حدث بالامس من ضرب المظاهرات وممارسات لها ايضا ما يساعة غير ما كانت انجابي تبقى الان لاحقا على اداءه على الاداء هناك هناك ملفات معينة في ضوء ما يحرزه من التقدم هو سيطلق الحكم عليه لا سيما الملفات الملحة اكو قضايا ضد طابع قانوني وحقوق وقاسب اقتصادي واجتماعي هذه هذه جزء من الملفات يعني الاشارات التي يمكن نقدم موضوع انتخابات مبكرة طبعا هذا اتفاق انا سمعت استاذ بنقين قبل ايام هو يتحدث بالاماب الشرقية يقول كان هذا جزء من الاتفاق السياسي للقوى ان اتفاقنا اتخابات مبكرة خلال سنة ونص هذا قاله اليوم بالبرنامج ماله ماكو اشارة اتخابات مبكرة هذه خضية كبيرة جدا فتلاحظون هاي بعض المؤشرات اللي ستحدد كثير ردود الافعال والمواقف اذا كانوا ايش قد يمضي سليمه مع ذلك احنا نقول الشخص خلفضل يعني عليه الانجاز بس نعتقد ان هو محكوم بمعادلات المحاصصة اللي هتقيده وحتكون تحدي كبير امامه لواجهة ولتحقيق ما يطمح الا من خلال برنامجه طيب دكتوراد بالنسبة لقضيات المحاصصة انتم تقفون بضد من هذا النهج طيب كانت هناك ايضا مشروع التيار الصدري بحكومة اغلبية لماذا لم تساندوا التيار بهذا المشروع مشروع الاغلبية وانتم سبقا اكم مشتركات بيناتكم كنتم في تحالف سائرون لا احنا من ناحية وعذر المقاطعة دكتور التير الصدري كان يراهن على مشاركتكم بهذه التظاهرات لا لا احنا شوان يعني احنا ما وقفنا ضد مشروع الاغلبية الوطنية بس احنا قلنا طبعا الاغلبية اعتبرناها نقطة او خطوة باتجاه الخروج من نجم وحاصل موقفنا ضدها اما طريقة الدعم احنا هاي مضو اخر يعني والتيار الصدري لم يتوجه بالتواصل مباشرة ليطلبوا التنسيق والتحاون يعني لكن كان اكو مغازلة ودعوات ربما لا لا رسميا ما ايجا ليشرككم بهذه التظاهرات لا احنا التظاهرات احنا هاي تظاهرات بها تقرير مساراته ما ممكن تشترك وتمالك دور في تقرير مسارات يعني هو قرره يدخلون بعد يقرره يرجعون اذا احنا اذا اي جياتي تشترك لازم تكون هي جزء من عملية صناعة القرار التظاهرات ما صار يتشقراه صار اقتراح انه احنا موجودين والتحق احنا ما عارضنا ما وقفنا ضد هذه التظاهرات لكن اما المشاركة في الساحات هذه هذه الشروط اخرها يعني تحتاج الى شكل اخر من التعاون والتنسيق هو ما لم يبادر الى ذلك يعني بسميا لم يبادر الى هذا الشيء طيب سيد مهدي هناك رغم من بعض القوى باعادة الانتخابات او اجراء انتخابات مبكرة بالنسبة للموقف الكردي بشكل عام ساندون اعادة الانتخابات لا تعتكم استعداد تخوضون انتخابات مرة اخرى واعادة هذه او عجلة العملية السياسية الانتخابية من جديد لو انتفت الحاجة الها في شرط او بشرط توفر نجاح ولو بالنسبة معين من قبل حكومة المكلة استاذ الفاضل اولا بالنسبة الانتخابات المبكرة اعتقد هي واحدة من الاساسيات اللي تم اعتماد عليها والاتفاق مع بقية الشركاء باعتبار انه كان احد مطالب التيار الصدري والكل يعرف مدى يعني واقع حال التيار الصدري في الشارع ان كان بالعملية السياسية وان كان خارج عملية السياسية اذا كان تبني هذا المشروع للقوى السياسية وهو في الاطار وادارة الدولة بشكل عام هذا كان واحدة من التبنيات اما الان يعني يعتمد على اولا عمر الحكومة اعتقد او اذا كان هناك اول سنة او ستة شهر من عمر الحكومة كان هناك تحديد سقوب زمنية من تقديم خدمات للشارع تقنع الشارع المقتل ذكرت الجنابك بداية هناك شارع ممتعضي هناك شارع مقاطع للعمل السياسية هناك شارع اصلا من عدم الثقة بينه وبين العملية السياسية برمته ومن الكتل السياسية لهذا السبب مهمة وتحدي كلش كبير امام والله يساعد الاستاذ محمد الشاعر السوداني والحكومة اللي معاه وحتى الكتل السياسية يجب ان تكون تدرك اهمية هذه المرحلة باعتبار يجب ان تساند الحكومة بتشريع قوانين بعمليات اخرى من تساعد الحكومة تقدم خدمات بنضمنها اولا ملف الطاقة محاربة الفساد البرنامج الحكومي اللي قدم سيد محمد واللو اعتقد هو برنامج مكتظب وممكن التحقيق ولو خمسين بالمية اقناع الشارع ممكن يقول حتى يعني اعطاء الفرصة اذا اول سنة تم تقديم هذه الامور اللي تقنع الشارع باعتقد سوف يعطاه فرصة اكثر لتكميل مثلا سنتين او الثلاثة هي عمر الحكومة بعد سنتين وشوية اذا ممكن اذا كان يعتمد على مدى عمل الحكومة اذا تقدم شيء يقنع الشارع اعتقد ستكون تأخذ فترة اطول واذا لا والله لا سامح الله وانا اعتقد ستقدم لانه التحديات اللي امام الحكومة والكتل السياسية لا مفر من عدها باعتبار انه يأما النجاح يأما النجاح يأما لا سامح الله حتى بالانتخابات الجاية حتى داخل الكتل السياسية اللي لها قواعدها يكون نسبة المشاركة لهم تحت الصفر لهذا السبب اعتقد في هذه المرة ستكون تحديات كبيرة ومن اهمها انه تقديم خدمها حتى تكون مقنع للشارع المقتضم والشارع اللي مقاطع للعمل السياسي برمتها شكرا جزيلا لكم معوض الحزب الديمقراطي الكردستاني يا سيدة مهدي عبدالكريم كنت ضيفا كريما شكرا لك اذن مشاهدين ننتقل سوية وضيفنا الكريم دكتور رائد معكم مشاهدين للملفنا الاخر وابرز ما فيه اهلا بكم مرة اخرى مشاهدين والحديث اكثر عن تفاصيل الملف الثاني من الحصاد مرخب سوية بضيوفنا الكرام مرة اخرى سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشوء العراق دكتور رائد فهمي اهلا بكم دكتور مرة اخرى وايضا الترحيب برئيس مركز الكتاب لدراسات السيد واثقة الجابري اهلا بكم سيدة واثقة ونبدأ معكم مرة اخرى دكتور رائد يبدو انهوك دعم دولي وسياسي كبيري للسيدة السوداني ربما بسبب الازمة الخانقة التي اثرت نوعا ما حتى على المنطقة لكن برأيك ما مدى اهمية استقرار العراق بالنسبة للمنطقة لا طبعا الان العراق والمنطقة كلها هي مطالبة بالاستقرار وخاصة في ظل اجواء دولية واقليمية متوترة يعني سلوان ما يحدث في اوكرانيا واحكاساتها على ازمة الطاقة وازمة الاسحار واتفاح التضخم وحتى التوتر الدولي هناك توترات دولية ويبدو ان هناك ثمة رغبة دولية في اشاعة نوع من استقرار ليس فقط بالعراق وانما بالمنطقة يعني لاحظنا حتى في لبنان هذا الاتفاق اللي صاد ويساعد به امريكا بين اسرائيل ولبنان يعني على قضية اتفاقها بها ولكن لاحظنا بسوريا واسرائيل لا يتازل ازمة متساعدة بها فالعراق بشكل خاص صار فترة منذ يعني فترة غير قليلة هناك مثل توافق بما فيها مع ايران يعني ايران وامريكا رغم الصلاة فيما بينهم ولكن يبدو هناك ثمت رغبة مشتركة انه بالعراق يتحول من بؤرة للتوتر ومصدر لعدم الاستقرار بالمنطقة الى ما هو عكس ذلك هو وسيط للتفاهمات ومحاولة منع تصاعد الامور ولذلك حتى هذه العزمة الاخيرة يعني كان هناك ضغط احنا استمعنا في حين الى خطابة الاسخار نعم استمعنا الى النشاط المكتب للسفراء والدوء وزيارات من قبل قادة اوروبا بمعنى كان هناك ضغوط لان العراق يخرج من الانسدادات السياسية نعم انا اعتقد البيئة الاقليمية والدولية هي باتجاه انه تحاول انه يستقر العراق ولكن يبقى العامل الحاسم هو بالنتيجة داخل طيب سيد واثق اهلا بك مرة ثانية برأيك سيد واثق يعني نجاح الحكومة بتحقيق برنامجه الحكومي و قوة الحكومة اصلا سيد واثق الى اي درجة مرهون بحصول الدعم الدولي للعراق ولحكومة العراق نعم شكرا جزيلا لكم تحيير لكم مشاهديكم كرام للضيف الكريم وطبيحة الحال مثل ما اشار الاستاذ رأيت الوجود رغبة دولية باستقرار العراق لكن الرغبة الاكبر هي رغبة عراقية يعني سواء كانت من القوة السياسية او من الشارع العراق هو الذي ينتظر من الحكومة جملة من المعطيات على ارض الواقع يعني منها ما يتعلق بالخدمات وما يتعلق بالاستقرار السياسي لذلك القوة السياسية هي الان امام اختبار صعب وهذا الاختبار لا بد لها ان تنجح يعني بهذه المرحلة ولا بد ان تستثمر طبيعة الدعم الذي حصل عليه السيد السوداني والسيد السوداني ايضا لا بد ان يعمل وفق هذا السياق وينفذ برنامجه الذي طرحه من 23 فقرة ومنها ما حدد فيها اولوياته الثلاث بالصحة والكهرباء والاسكان ومن على رأس هذه الاولويات هي محاربة الفساد سيما بعد ظهور ملفات كبيرة من سرقات للمال العراق وايضا هو يتحدث ايضا عن مسألة الاقتصاد التي يعاني منها الشعب العراقي يعني منذ اكثر من ثلاثة عام بعد رفع الدولار وبالنتيجة كل هذه المعطيات لا بد ان تتحقق في حكومة السيد السوداني هذه طبعا الحكومة اللي وحدها لا تستطيع ان تعمل دون مساندة القوى السياسية سواء من خلال وزراءها من خلال نوابها لكن سيد واثق ربما الاستقرار الداخلي فعلا مهم كما ذكرتم انت والدكتور رائد مهم استقرار الداخلي بالتأكيد لكن واقعيا الارادة الدولية مو كانت دائما طيلة الفترات الماضية والعقود الماضية كانت متحكمة او تحاول ان تؤثر نوعا ما بما يجري داخليا والعملية السياسية من مختلف الاطراف الدولية وهذه الحكومة بالمقابل راح تقدر تحد من هذا الشي يعني هي اولا يعني التدخلات الخارجية موجودة لكن بهذه الفترة ربما تكون اقل من سابقاتها والمشكلة او الاساس يعني منع التدخلات الداخلية هي وجود استقرار سياسي وجود نوع من التكاتب بين القوى السياسية وجود ارضية تخطط الى مشروع وطني تنظر الى مصلحة البلد ومصلحة مواطنها قبل ان تنظر الى ارضاء الجانب الخارجي وبالتالي اليوم تفكير القوى السياسية بشكل يحدد طبيعة المرحلة او يتماشى مع حاجة الشعب العراقي اكيد هو سيولد نوع من الرضا الشعبي والقوى السياسية ايضا هي ربما بعضها تفكرت بشكل حزبي او بتفكير ضيق مناطقي هذا انحكس عليها بشكل او باخر لان الشارع العراق هو عادة ما ينظر الى الفساد او تلكف العمل الحكومي ينظر الى القوى بمجملها وبالتالي معظم الشارع العراق هو غاضب من القوى السياسية يريد تحقيق منجز على الاقل على ارض الواقع في هذه المرحلة طيب دكتور رائد شنو المطلوب اليوم من السوداني حتى يحصل او يحافظ على هذا الدعم الدولي والمنطقة والعالم يشهد متغيرات كما ذكرت حضرتك تختلف عن المعطيات اللي كانت متوفرة في زمن الحكومات السابقة يعني هو احنا حدثنا عن استقرار سياسي واستقرار سياسي وامني طبعا استقرار سياسي وامني واللي هو الشر الضروري لتحقيق التقدم الاقتصادي واستقرار التنمية الاقتصادية والنهوض الاقتصادي اللي هو بالمطال في الاخير الكفيل بمعالجة مشاكل الناس يعني مشاكلهم من المطالة الى خدمات الى اخره ولذلك احنا نقول اولا جد هو حينجح بان يجعل مؤسسات الدولة بعيدة عن الصراحات والمنافسات الفئوية والمصلحية ما بين القوى السياسية للمغانم هذا يحصل ضروري تماسك المؤسسات ومنعها ومنع الصراعات وشقد حيقدر ان يعيد يعزز قدرة هذه المؤسسات في تأدية مهامها لان هذا كيف حيعدي خدمات الادمات ما تتحقق الا بوجود اجهزة فاعلة والاجهزة فاعلة ايضا لازم تكون بعيدة عن الفساد اليوم المستشري الاسف نعم في كل مفاصل الدولة اذا هذا نقط الجانب الاخر انت لا يمكن ان تحديث عن استقرار اجتماعي نتحدث عن استقرار سياسي بعد ان نتحقق عن استقرار اجتماعي وكيف يتحقق الاستقرار اجتماعي وعنده كايب مشاكل بطالة وخاصة نتنسل الشباب وفقر وخدمات وغيرها من المشاكل المستعصية نعم نتحدث عن عمالة الاطفال وغير المشاكل هذه لازم تكون هي من الاولويات الاولويات يعني تمام نتحدث عن الكهرباء ونتحدث عن الصحة وطبع ضررية لكن ايضا لازم هذه كل التقناقبية على الاقل لمعالج لتغذيفة خطوات جدية نحو مسألة التنمية الاقتصادية والنمو الاقتصادي اللي بيبعد اجتماعي انا اعتقد هذه لازم هو اجهزة يقدر ينجح وانا ليش اقول بالمخاصصة امام عقبها هتكون عائق من مساعدة هتكون عائق كبير في ان ينجح في ان يحول هذه الامكانيات الظروف الموضوعي اللي نقول اكثر مناسبة للخارجي يحولها لقوة دافعة هذا التحدي الاكبر اللي حيواجه طيب سيد واثقة السوداني وجه رسالة الى الدول الشقيقة والصديقة رسالة تعاون وتفاهم وتنسيق ويقول انها تنبثق من رؤية وطنية مستقلة قائمة على اساس المصالح المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام السيادة طيب سيد واثقة تتوقع ان يتمكن السوداني من اعادة السيادة للعراق اللي تم اختراقها اكثر من مرة بظل اليوم موجود مصالح مشتركة يعني هو استطيع ينجح اذا اذا بنا علاقات متوازنة يعني مع الدول مع الحفاظ على مصلحة العراق بنفس الوقت هذه العلاقات لا بد ان تكون مبنية على المصالح المشتركة او المصالح المتبادلة بين هذه الدول يعني بالذات يعني العراق يعني البلد يعني هو بيئة جاذبة للاستثمار وبيئة جاذبة ايضا للاستيراد وتصريف منتجات هذه البلدان وبالتالي لا بد ان يتعامل مع هذه الدول حسب طبيعة التعامل تلك الدولة مع العراق لذلك يستطيع ان يخلق نوع من التوازن الدولي داخل العراق يعني بعلاقات متوازنة اقصد وايضا هذه العلاقات ايضا بتبادل المصالح من خلال هذا يمكن المحافظة على سيادة العراق يعني التعاطي مع كل القضايا التي تهم امن وسيادة والعراق ومصالح الاكيدة التي هي ربما ترتبط مع دول مجاورة بكثير من التبادلات التجارية منها ومنها من العلاقات والمصالح المشتركة التي تربط هذه الدول الحكومة اذا وضعت خطط استراتيجية العراق طبعا طيلة هذه السنوات كان يعني يحاول قدر الامكان ان يبقى محايدا واستطاع ان لا ينتمي الى محور من المحاور لذلك نجح هذه الفترة بتقريب وشات النظر بين الدول المختلفة فيما بينها يعني وحاول عقد مؤتمرات ولقاءات في داخل العراق لذلك السيد السوداني ارسل رسال تطمين الى هذه الدول منها السعودية والاردن وايران وغيرها من الدول الاقليمية اولا وتركية بان العراق مستمر بتبادل المصالح مع هذه الدول وعلى هذه الدول ايضا ان تحافظ على سيادة العراق او ارادت تعرف كيف يتصرب سياسة المرحلة القادمة لذلك التقى به سفراء يعني من الاردن والتركية وغيرها يعني حتى قبل التكليف وكان اللقاءات ربما منها من اعلن ومنها من لم يعلن وبالتالي هو وضع خطط استراتيجية تضع نوع من التطمينات لهذه الدول وبالتالي مصلحة العراقية تتطلب بناء هذه العلاقات المتوازنة والمصالح المشتركة لكن بنفس الوقت نحن لا بد من التفكير قبل التفكير ببناء العلاقات المتوازنة ممكن ان نفكر بالعراق لا يبقى دائما بلدا هو بلد رائعي واعتماد على النفط ممكن ان يحرق كثير من القطاعات من القطاع الزراعي والصناعي والاحزاب ايضا لا بد ان تفكر ان تشغيل هذه القطاعات هي لا تعود فقط بالنفع على المواطنين ايضا تعود بالنفع على الاحزاب تعود بالنفع من جانبين جانب هي ممكن ان تحرك ايضا استثماراتها واموالها الجانب الاخر هي ترضي اكبر شريحة ممكنة من الشعب وبالتالي تلقى القبول وتخفف من نوع من هذا الغضب الشعبي الرافض لكثير من القوى السياسية وبالتالي يصبح النظام السياسي مستقرا سياسيا واجتماعيا واقتصاديا ايضا بنفس الوقت طيب دكتور رائد ايضا نتحدث عن مدى اهمية الدعم الخليجي خصوصا في المنطقة يعني كان هناك مثلا امير دولة قطر الشيخ تميم قاعد ندعم جهود تشكيل الحكومة الجديدة وانا ربعا حرصنا على مواصلة تطوير العلاقات مع العراق يمكن اعتبار هنا انه سيكون هناك دعم خليجي وما مدى اهمية الدعم الخليجي للعراق في هذه المرحلة وخصوصا الدعم الخليجي اللي يمكن اهمية تختلف عن اهمية الدعم الدولي او دعم المنطقة الخليجي تحديدا نعم وطبعا كل اشكال دعمها مطلوبة وخليجيا تدري وخلال السنوات الماضية خاصة منذ التغيير نعم لم تكن العلاقات مع دول الخليج سوية خلا نقول نعم نعم كانت هناك تدخلات ونعرف يعني كان في حالة الحالة التشنج في بعض الاحيان عداء طبعا هناك صار هناك تحول في مواقف هذه الدول وهذا مواقف ايجابية يعني نعم وهناك تدخلات بمرات يشكوا من العراق ويشكوا من الطافة العراقية فاحنا نقول طالما كانت هناك رغبة في اقامة علاقات طبيعية ومقائم على المصالح المتبادلة ما بيدور الخليجها نقطة مهمة لان احنا كل ما يقدر العراق ان يخلق بيئة تقليمية ودولية يعني صديقة او خالية من التوترات بقدر ما هو يقدر ينصرف لمعالجة مشاكل الداخلية وتحديات الداخلية فضلا عن انه طبعا الخليج له امكانيات مالية له امكانيات مالية ممكن ان يتحقق امتد التعاون الى ميادين الاستثمار في ميادين عديدة هناك خطط الاعلى للكهرباك هناك مشاريع البنى التحتية اللي ممكن ان تشترك بها الجولة الخليجية ولكن نحن المقتل في كل ذلك ان يكون هناك موقف موحد من قبل الدولة وانا اكد الدولة لان كما نعرف انه في كثير من الاحيان انه هناك قسامات تصفي داخل القوى السياسية المشتركة بالحكومة من المواقع المختلفة ينجح السيد السوداني في ان يحقق اجماع وطني واجماع في داخل حكومة في سياسة خارجية مؤخدة اذا هذه الاموات طبعاً ستكون عملية مفيدة لذلك عموماً هناك مواشرات ايجابية يبقى عادياً للعنصر الداخلي من الحكومة ايضاً ايضاً دكتور بسؤال اخير الموقف الامامي تعتقد ان الامم المتحدة ستتابع تحقيق البرنامج الحكومي حتى تضمن البلاد حصول الدعم الاممي للحكومة والمشاريع العراقية احنا خلنا نرجع الى المضامين الاحاطات اللي قدمتها السيدة بلاسخار وهذه الحاطات لم تكن بسيطة حذرت خاصة في الاحاطات الأخيرة وهي موقف دولي لا موقف هي السيدة باسخار ذاتها ان هناك عزمة عميقة بالبلد وحذرت ما يسمتها الطبقة السياسية وان هناك لا يمكن ان يستمر الوضع الحالي لا بل هناك تحذيرات برزت ايضاً ظهراً من دول كبرى مرات من اوساط بليطانية انه ما لم البلد يخرج من هذه دوامة الفساد والسراعات الداخلية هناك عواقب وخيمة وبالتالي ليس فقط ستتابع تقديري عن برنامج الحكومي ستتابع ايضاً مواقف الاطراف السياسية تقدر تتجاوز وتقدر تضحب لصراعاتها اللي هي بعيدة عنهم من الناس اللي هي تركض وتسعى وراء مصالح ذاتية وهذه والآن البديد يعني انه في حالة الآن الفشل وهذه مسألة تحدي امام السيد سوداني وحتى رئاسة الجمهورية سلطة التنفيذية وسلطة الشعية الآن اعتقد ستكون الاثار وخيمة على كل المنظومة السياسية والبلد يعني انا اعتقد الناس والشعب والتفاضة التشريين وغيره كلها كانت مؤشرات الى ضرورة تعديل المسارات وتغيير المسارات فأما تتم بصورة سلمية وبالتالي ربما الآن المطالب السيد سوداني اذا اراد جديا ان هو يسر في عمل تعديل المسارات وليس تكريس المسارات السابقة واضح الشكر جزيلا لكم سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشعور العراقية الدكتوراء اتفهمي كنت ضيفا كريما شكرا لك دكتور وكذلك الشكر لرئيس مركز الكتاب السيد واثق الجابري كنت ضيفا كريما وشكر موصول لكم مشاهدينا الى هنا وصلنا وياكم وضيفنا الكرام الى ختام حصادنا لهذه الليلة وللقاء في حصاد اخر